سلام لماما ان شاء الله تكونوا لباسوا بخير كما تعودنا كل يوم وصفة جديدة كل يوم فكرة جديدة كل يوم نصيحة جديدة قبل ما نبدال لكم الوصفة تاريب ما تنساوش تديروا اابوني للصفحة تاريب باش يوصلكم كل جديد في قناتي وان شاء الله ستعجبكم الوصفة تاريب تلاحظت انه معظم سيدات قادت تطلب في وصفة البتراف طبعا البتراف اللي بنا بيهب اللي سكري وحلو والاكيد انه رضيع تعنا رايح يعجبوا اليوم نوصلت على اليوم سهلة فيها بيتراف وفيها بطاطة حلوة وانا استعملت اليوم البروتيني استعملته هو صدر الدجاج فيما يخص جبن رايح نستعمل اليوم كيري والحليب يبقى اختياري حسب ارمار راضيع تعاكم يعني لي تستعمل غلوريا جنيور لي تستعمل كومديا ولا لي تستعمل الحليب تعا الراضيع اما بما يخص المادة دهنية اليوم سنستعمل زبدة طبعا اول مرة سنستعملها اغسلتهم كالعادة بالخل قطعتهم وانا ديما نطيب الخضرداء على البخار يسحسن انه يطيب على البخار وعليش باش تحفظ على القيمة الغذائية مدة طحي عشرين دقيقة خليكم معايا نعتلكم لتكستور فينال ارجعت ليكم بعد ما ارحيتها هذه هي لتكستور فينال تاحا حضرت زبت الماء وحضرت زوز مغاففة حليب فقط والجبن وكمية قليلة من الزبدة نوصيكم ما لازمش تضيفو المارغارين لان المارغارين بعد عمر سنتين باش نحطوه لازم تشوفو زبدة فقط 100% حاجة واحدة اخر نزيد نوصيكم عليها فيما يخص الحليب هنا لكن تستعملوا الحليب بتاع العلب هذا ولا اي حليب اخر انفانتيل ننصحكم انكم تستعملوه قبل ما تقدموا الوجبة لولادكم يعني ما لازمش يفوت مص ساعة ولا ساعة من زمان وياكلها يعني ما تقدوش تحضروها في الليل وتمدوها لغدوة يعني هذا الحليب مفروغ منه على بنا بها فقط فيما يخص غلوريا جونيور ولا كونديا تقدروا تحضروه في الليل ومعليش كي ردوة يعني يقدر يأكله مكان حتى مشكل بسحال الحليب الاخر يستحسن انه مش يستحسن لازم توجدوها نصف ساعة فقط في يدكم باش يأكلوا الولادكم سنوات طايش الوصفة تاليوم كانت قصيرة وخفيفة ان شاء الله ستكون عجبتكم وان شاء الله ستكون فادتكم نتلقاوه المرة جاي ان شاء الله في وصفة جديدة ونزيد النوعي لكم ان شاء الله المرة جاي ندير لكم وصفة جديدة على البيتراب هكا بش تنوعو الى اللقاء وان شاء الله نتلقاوه في المرة القديمة مع وصفة جديدة باي باي